ومع اشبه ذلك هو كثير وهذا انما يربط بالحفظ محررا في موابع والله تعالى المعيم المغفر وديه المستعال بالنوع الرابع والخمسين مع بزر المستفق والمسترق من الاسماء والانسات وقد سلفته خبيب كتابا خاطلا وقد ذكره الشيخ ابو عمر العقصانا وهدواء ان يستهد اذنان او اكتر بالاسم واسم الاب بالعالم الحليم المغفر شبه شاري اخوان المستفق بالنبي كنت واني عديس بالنبي اكتب قتل اكتبت في عامة النصب واختلفت في محرات والمي اكتبت في المختلف في المنطب اكتبت في المنطب اكتبت في الخط واختلفت في المنطب وقد ذكر الشيخ ابو عمر عقصانا معرفة المستفق ومسترد من الاسماء والانسات وقد سمت في الخديم كتابا خاطلا وقد ذكره الشيخ ابو عمر عقصانا وقد ذكره الشيخ ابو عمر عقصانا تفضلاء ان يستهد اذنان او اكثر من اسم الاسم الاب وقد قاله الخليم ابن رحمد ستة اخذني من نخي البصري ويوى الي المن وضع علم العروب وليلني سمى احد بعد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لأحمد قبل 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 ابو الحليم ابن احمد قبل عبد السهر فعيد ابن احمد بيطولين ابننا ابو الحليم ابن وقال غيره سهيد ابن يحمد الله احمد الثاني ابن البشر اللذين من خليف نحن بصري الا وعن المستمير ابن الاخضر قاله ابن قره وعنه اباس الانبري وجماعة والخامس ابن عبابة وعيوبة والرابع ابي سعيد السجد القاضي الفكير الحميز المشهور لقراسان والخامس ابن سعيد البسكي القاضي حدوى عن الذي قبله وقرى عنه الذهب السابس ابن سعيد البسكي ابا شاكين اخذ عن الشيخ ابن حانب الاسبرايل دخل ابن عب الانجليس البسكي الاسلامي اخذ بن عزر من حمدان اربع الببير والبسكي 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 والترشيس الشيخ ابن عزر من حمدين اخذ كيف يكسب بحيث؟ ماذا؟ محبا ابن عزر بن عيسر اخذ? اخذ؟ مما اساعده؟ ابدو العباس العسر وابو عزر الله من الاخرى اشتركوا في القناة 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 كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راكب على البغلة يركبها إلى محر العبي وهو يلوه باسمه يقول أنا النبي لا سبب أنا ابن عبد المطلب وهو رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وكأبي عبيدة ابن الجراح وهو هامر ابن عبد الله من الجراح الفيري أحد العشرة وأول ملوق ببغي أنير العمر بالشام وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما مجنع ابن جارية هو مجنع ابن يذيب بن جارية ابن جريد هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريد ابن عبيدةabeth محمد بن عبد الرحمن ابن عبيدة احمد بن حندل هو احمد بن محمد بن حندل الشيبه الاشياء ياخد العم أبي بكر ابن عبي شيبة هو عبد الله بن محمد ابن عبي شيبة ابراهيم بن عثمان قال عرشي صاحب المصنّث وكذا يا اخياء اثنان الحافظ والقاسم ابن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن احمد بن يونس ابن عبد الاعلى الصدفي وام النسبة الى غير اديه المتباد بن الاشد وهو المتباد بن عمر بن فعلبة الكلبي والبهراني والاشد هو ابن عبد يغوث الزهري وكان زيج امه وهو ربيبه فسبناه فنسب اليه الحسن ابن دينار هو الحسن ابن واصل ودينار زيج امه وقال ابن عبي حاتم الحسن ابن دينار ابن واصل حسن ابن عبد الرحيم والبهران والبهران الحاسب ابن كثير رسول الله تعالى النوع الثامن والخمسين بالنسبة التي على خلاف ظاهرها وذلك تعابي المسعود عزبة بن عمل البدري وعمل البخاري انه ممن شهد بدراء وخالفه الجمهور قالوا ان ما سكن بدراء فنسب اليها قال المعلق رفله الله هذا الذي ذهب اليه البخاري وافقه عليه مسلم بن الحجاج وهو الصفيح فان البخاري روا في كتاب المغازي في باب شهود الملائكة بدراء خديث عروا ابن الزبير عن بشير ابن عبي مسعود قال اخر المغيرة العفر فدخل عليه ابن المشعود عزبة بن عمل يد زيج ابن حسن وكان شهد بدراء فهذا نصف فريح ونقل صحيح قال ابن حجر الظاهر عنه من كلام عرية وواحدة في ذلك لفعله ادرك ابا مسعود وان كان روا عن الحديث بواسطة والمخالفون اننا يحتجون لقال ابن اسحاق ولوعدد واغن سعد وغيرهم وهذا اثبات يقدم على النهو وهو باسناد صحيح متصل وان في اننا جاء المتاخرين عن المثبت هو عفح وانه هو اعتبر مرسلة لان ما يقع البالة لانه مشهود بدراء لانه هو عفح من تلك الاثار التي جاءت منه من مشهود بدراء لانه هو عفح من تلك الاثار التي جاءت منه من مشهود بدراء وانه هو عفح فى عفح قدراء ابن عبيب الخيج اننا نزل شعب الخيج بمكة عبد الملك ابن عبي سليمان العرزني وهم بطل من هزارة نزل في جبانة من جلتوفة محمد بن سنان من العواطن بطل من بني عبد القيس وهو داينون و لكنه نزل عندهم من بطرة العرزني 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 الان عرزني احمد بن سنان شيخ المسلم احمد بن سنان شيخ المسلم هو عزدي و لكنه نسبة لقدونة الأم و كذلك حفيده ابو عمر اسماعيل بن نجيد السنان حفيد هذا ابو عبد الرحمن السنان السوجي و من ذلك نقسم مون بن عباس يجزونه له و انما هو مولى عبد الله ابن الحار من يوفر و خالد بن الحباء انما قل له ذلك لجلوسه عندهم و يزيد الفطير لأنه كان يعلم من فطار مهره النوع التاسع و الخمسون بنادجة المبهنات من اثناء الرجال و النساء و قد صلف في ذلك الحاجب عبد الغلي بن سعيد المصري و الخطيب البغداجي طائرهما و هذا و هذا انما يستفاد من دعاية الاخرى من ضرق الحديث كحديث من عباس ان رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هو الاقراج محادث كما جاء في دعاية الاخرى و حديث ابي سعيد انهم مروا محي قبل مغسيدهم فرقاه قدل منهم جواب سعيد النفس بي اشباه لهذا كثيرة و دون بخرها و رسول المتهمات كما سنعطني قبل بجمع الطلب و سعيد من بتكيشفر فمعلم يخونا يعطيبون فصلة كالتطريب كتابين للتهديد يعطيبون فصلة يهو و يتندر للعو قبله في فصل المبهامات عن رجل كان معروفا لديه و قالوا وجل هو اسلام لا لا طبعك ابن الاسور في او اخر كتابه جامل اصول لتحريرها ما رأينا كتابه جامل يعني اخر اخر جامل اصوله ماذا ما اشبعه مخيطه من الاول كتابه الخطير في ذلك ماذا ماذا كنا هو شيء يتحرق مكدير من المحدد يما غيرهم بل بل مهم بأنه بكروا بهم كان الحديث هو بعيد واذا عرف اما يكون بعيد الحديث بسم بعيد ابو عرب واذا يكون يكون الحديث يكون الحديث يكون الصحيح او حشان او حشان او حشان وعن الماسي ما رفع ابهاما في اسلام كان اذا وردت سنج انجلان ابن ثلان او انا بيه او اميه او اميه ووردت كثمية هذا المبهام من ضريق من اخرى بعيدا واشقة العربعي او من قوم ينظر في امره فهذا انفع مرد بهذا في التوائده انها ربما وجبت كثة فيها جثاوة من شخص من رسول الله الله سلم فبتكبع تلك القصة التي فيها رجل مبهام ربما يظهر انه اعراض يجاب واستمن الجثاوة من الاعراض ما لا تستمن من خلص الصحابة وربما كان منافقا في ذلك من الرجل الذي كان مبهاما وربما كان مبهاما وربما كان مبهاما وربما كان مبهاما فيكم كانتها سهلة ذي رجل مبهام وبمعرفة من هو هذا الرجل مبهام تعرفوا وصلت كان مبهاما وربما كان مبهاما من الماخ وربما كان مبهاما وربما يجرح معرفة وفياة وفياة ومعالدين ومصدارها ماغين يعرف من يدركهم من لم يدركهم يمكذاب مع المدلس فيتحرر المكتفل والمغطاء ورؤون ذلك قال سيديان الثور لما استعمل الرواة الكريبة استعملها لهم التاريخ وقال حفظ بن غيات إذا اتهمتم الشيخ يحاكبه بشمير وقال الحاكل لما قدم علينا محمد بن حاسم منكشير بحده عن عبد بن خمير ساعته عن مولده وذكر أنه ولد سنة ستين ومئتين فقلت لأصحابنا إنه يزعم وإنه سمع منه بعد موته بثلاثة أبنى سنة بالحمد قال ابن الصلاة فاتحدث رجلا وقال إن النبن المسعود شهد شطور قال الله إنه يدرى وعلي فقال إنه هو رجل الكذاب وهذاك المقلبية صحيح المسلم فإنه أتراه قال الله أتراه آش بعد الموت قال ابن الصلاة شخصان من الصحابة عاش عاش قل من نماء ستين سنف الجاهلية وستين في الإثمان يعني الله حق من نخيزان وحسان من ثابت رضي الله عن نماء وحقوا عن النصحاق أن حسان المثابت بن المنزل الحرام آش كل منهم عشرين سنة قال الحام وابن عام ولا يرفو هذا لغير من العرب قال الحام بالمكفير رحمه الله تعالى وإنك تدعم رجماعة من العرب أكثر من هذا وإنما أراد أن أرباطا نفقا يعيشوا كل منهم مئة وعشرين سنة لم يتفق هذا في غيرهم وهذا ما يجب أن يكون صحيحا يجب أن الله يكون صحيحا في سنة وعشرين ماذا؟ كل منهم ماذا؟ ماذا؟ أنا سندانا تارسي فتضحك العباس بن يبيب البحاني الإجناء على أنه آسى مئة وخمسين ثلاث واختلفوا في ما داد على ذلك ماذا؟ 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 باير المصلاح ماذا؟ أحف الله صحة من أرباطا وعندما يكون المطرب الثمناء أبنع بلدين واسمه المعاية بن صدرة من أفخار بن مسعود أبنع شراع الدارين تقدم أبن نبله من شيء الأعمش وغيره لا يرى في اسمه لذان أبنعين من الأصبع لي أن اسمه أبن الله ابن عبد الله النبني أبن مراية العجلي عبد الله ابن عمر أبن مراية العجلي بيه هو عبد الله بن عمر عبد الله ابن عمر تابعي أبن معيد من عابل جواه في الصرح؟ إمام أنه هو عبد الله عمر بشدة عامي حف بن غيلان الدمشق عن مخفول قلت وقد رأى عنه نحوم من عزرة ومهذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لن يطلع على معرفته يمره عنه فحكم عليه بجهالة قدر العلم به فما جهل الترمدي صاحب الجانع فقال عاما محمد بن عيسى بن سعد بن ثورة هذا تنفيذ على ابن حزم إن جحل أناسا وهم معروفين وذذكر اللكره جمعة منهم البغوي في كتابه الرفع والتقليم حكم عليه ابن خازمين في الجهالة وهم أئمة المعروفين ومن الكم المزرب عاب السناب العبيد عبيد ربي ابن بعكة رجل من بني عبد الدار فحادي اسمه واسمه عبي واسمته من العفراد قال ابن الصلاح وهم العفراد من العلقاب قال ابن الصلاح وهم العفراد من العلقاب فمثلوه فنجرس فينا الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك مندل ابن علم العمدي اسمه عمر تحنان ابن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام مبين اسمه 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 عبد السلام وين جماعة آخرين سندكرهم في مرع العلقاب ان شاء الله تعالى والله تعالى والله تعالى معرفة الأسماء النوع الموصف همشين معرفة الأسماء والكنة وقد صنف في ذلك جماعة من الفصار منهم علي بن المدينة ومسلم والنسائي والدولاب وابن مندة والحاكم ابو احمد الحافظ وكتابه في ذلك وفي بن جباء كفر الله وطريقتهم طيب وقد قال معرفة الأسماء والكنة طهر الله انفصل مع ذلك من الكنة فقط لماذا؟ لأنه معرفة كما صنف عريض العليب المبين ونسلم ونسائي الدولابي أما كتاب الدولابي كما يقول المعلق وهو كتاب النسيسي يحبب ذلك من أحسن الكتب يعني وين الكتب على الدولابي لأنه حماسين جامد لكن الكتاب هنا وين محمد محمد الدولابي لكن الكتاب ومهل للباحثات وكتب المرتب ومهل تلكم من الكنة أيها المزيلة سأرد الحرمين أيها المزيلة اذا كانت الطبعا يمكن طال رحمن الله تعالى وقد صلف في ذلك جماعة من الحصفات منهم علي بن المدينة ومثلم والنسائي والدولابي بن مندة والحاكم أبو أحمد الحافظ وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير لها وطريقتهم أن يذكر القلية وينده على اسم صاحبها ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه وقد قسمهم الشيخ أبو عمر بن الصلاح إلى أقسام عدة أحدهم من ليس له اسم سوى الكنية كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارس بن هشان المغزوين المدني أحد الفقهاء السبعة ويكنا بأبي عبد الرحمن أيضا وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزمين المدني يكنا بأبي محمد أيضا قال الخطيب البغدادي ولا نظير له ما في ذلك وطيلا لا سنية لبن حزم وإن من ليس له اسم سوى الكنية فقط أبو بلال من العشعري عن شريك وغيره وكذلك كان يقول اسميك وطيب وأبو حفيد بن يحيى بن سليمان الراجي شيخ أبي حاتم وغيره بالأول من ليس له اسم سوى الكنية القسم الثاني من الله يره بغير كنيته ولم يوقف على اسمه منهم أبو عنات بالنوم الصحابي أبو مويبة صحابي أبو شربة الخدر المدني اتلا في خصار القفط الدينية أكذا انتوا يا أخوان ودفن هناك رحمه الله أبو العديد عنامت أبو بكر بن نافع شيخ المالك أبو النجير بن نوني مفتوحة ومنهم من يقول بالتال متنعه من صوت مظلومة وهو مولى عبد الله بن عمر أبو حرب بن عبد الأسود أبو حريج الموقي شيخ بن وهد والموقي محلاة مصر الثالث أنه كميتان بحداهما لقب من علي بن عادي طالب كميته أبو الحسن ويقال له أبو تراب لقباء ويقال له أبو تراب لقباء ويقال له أبو تراب لقباء أبو الزناد أبد الله بن ذاكوان يقنى بأبي عبد الرحمن وأبو الزناد لقب حتى أقيل إنه كان يغضب من ذلك أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يقنى بأبي عبد الرحمن وأبو الرجال لقب الله لأنه كان له عشرة أولاد رجال أبو تميلة يحيى بن وابة كنيته أبو محمد أبو الآذان الحافظ أمر بن إبراهيم يقنى بأبي بكر ولقبنا بأبي الآذان لكبر عذنين وأبو الشيخ أبو الشيخ الأسبحان الحافظ هو عبد الله بن محمد وكنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب أبو حاجل من العبد الرحافظ أمر بن أحمد كنيته أبو حافظ وأبو حاجل لقب قاله الفلكي في الألقاب الرابع من له كنيتان كابن جري كان يقنى بأبي خالد وبأبي الوليد وكان عبد الله العمرين يقنى بأبي القاسم فتركها واستنى بأبي عبد الرحمن قلت وكان السهيلي يقنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن قال ابن الصراح وكان لشيخنا منصور ابن عبد المعالي أن يسابوري حبيب الفراوي ثلاث قناة أبو بكر وأبو الزكس وأبو القاسم والله أعلم الخامس من له اسم المعروف ولكن اختلز في كنيته فالتمع له كنيتان وأكثر مثال عزيد بن حارف بولى رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وفائدة معرفة هذا يا أخوان فلا يظن أنه عثمان فالتمع له كنيتان وأكثر وتعاله عزيد بن حارف مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وقد اختلت في كنيته فقل أبو خارجه وقل أبو زيد وقل أبو عبد الله وقل أبو محمد وهذا كثير يظن استقصار السابس من عللت كنيته واختلز في اسمه كابي مريرة رضي الله عنه اختلز في اسمه واسم أبيه على عزيد من عشبين قولا واختار ابن عسحاط أنه أبو الرحمن بن صغر وفحح ذلك أبو أحمد الحاكم واذا كثير في الصحابة ذا من بعدهم أبو بكر بن عياش اختلز في اسمه على أحد عشر قولا وصحها أبو زرأة وابن عبد البر أن اسمه شعبة ويقال إن اسمه كنته وردح ابن الصلاح قال لأنه رويا عرف أنه كان يقول ذلك السابع من اختلز باسمه وبكنيته وهو قليل كسفينة قيل اسمه مهران وقيل أمير وقيل صالح وقنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري الثاني من اختهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة أبو عبد الله مالك أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حندل وأبو حنيفة بن أبو حنيفة النعمان بن ثابت وهذا كثير التاسع من اختهر في كنيته دون اسمه وكان اسمه معيناً معروفاً كأبي إبريس الخولاني عائد الله بن عبد الله أبو مسلم من الخولاني عبد الله بن ثوب أبو إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله أبو البحة بسبي بن صبيح أبو الأشحة الصلعاني شراحيل بن وعدة أبو حاجن سلامة بن جينار وهذا كثير جدا إنه هذا الذي يجوز أن يذكر فيها الشخص بما وكره من حجر التعليف وأن المعهد في قوم الزمن ليس بغيث من بستة متبليم ومعرف ومحذرين ولمظهر بست ومستكت ومن صلد الإعانة في رجالة المكرين قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري رجلان جميلان لجنهما لقبان طبيحان وهو يتبع عبد الكريم الضال وإنما ضل في طريق مسكة وعبد الرحمن بن محمد الضعيف وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه وعبد الله بن محمد الضعيف وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه قال ابن الصلاح وثالث وهو عارع بن نعمال محمد بن الفضل السابوسي وكان عبدا سالحا بعيدا من العرامة والعارم الشبير المفسد واندر لا قبل لمحمد بن جعفر من البصري الراعي عن الشبير ولمحمد بن جعفر الراجل أول من تلقب بها البصري لأن ابن جريج كان يتسمى له مثال ومحمد بن جعفر البصري كان ويردت عليه يا مشاغي الأخ فقال له اسكت يا غنبر بمعنى هو مشاغي قال رحمه الله تعالى ولمحمد بن جعفر الراجل وعنا بي حاتم الراجل ولمحمد بن جعفر من البرباج الحافظ الجوال شيخ الحافظ عادي نعيم الأصدهاني وغيره ولمحمد بن جعفر بن براجل قلب البعدي وعنا بي حليفة الدمحين ولغيرهم ومجار وقبل إيسى بن موسى التمين وابي أحمد البخاري وذلك لحنغة وجنته وعن ذلك الوثيرين وغيرهنا وهم جار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ البخاري تفيا سنتاء ثلثة عشرة وعربعمائة وعربعمائة فائقة مطبئ به محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حزبه وحسن مذاكرته شباب خوا خليفة بن الخياط خوا خليفة بن الخياط وعربعمائة مولاي محمد بن عمر بن راعد شيخ المسلم رفته عبد الرحمن بن محمد بن عمر سنتي فالحسين بن داود المجاسب تقدم لكم أنه بعيد بسبب أنه كان ولدته شيخه حجاج ابن محمد بن عمر بن بار محمد بن بشار شيخ الجناعة لأنه كان بن بار الهديث وعلى أي مكثر منه والبن بار المكثر من الشيخ يشتريك ما يبيعه قاله السمعاني وفي القانيس بن دار الحديث حاجره وهنا بضم الباء ويسر لقبعد أبو بن برهاشي بن القاسم شيخ الإنام أحمد طاحل ابن حنبل طاحل ابن حنبل طاحل الله الأخدش طاحل 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 أخبره من أبو الخطاب عبد الحليد بن عبد النبيب وهو الذي ذكره في كتابه المشهور والثاني أبو الحسن تعيد بن مسعبة طاحل رأى كتابه البربادي خي نجح محمد بن صالح البربادي ما غمه علي بن الحسن بن عبد الصالح بالبربادي الحافظ ويقال علم ما غمه فاذمعوا له بين لقبين عباد العجل لقبه أبي عبد الله الحسن بن محمد بن حاسم البربادي الحافظ عيضا قال من السلاح وهؤلاء البرباديون الحفاظ كلهم من سلامنا في أحيان المعين وهو الذي يرقبهم بذلك حتى عباد العجل عباد العجل بالتكثير من هدان ورق أكلية العجل عباد العجل وغاد العجل والعجل وغاد يون قبلها عباد العجل لهؤلاء البرباديون الحفاظ وهم يون حفاظ من كلام الوثي يحيى ابن معوين. وما الله ينطبع بذلك. مزادة. الحكم بن محمد. من اصحاب الوثيئة. للشكور بن احمد شيخ بن عديد. عبدال. لقبو جميعا. ومن الله عبدالله بن عثمان شيخ البفاري. ما هؤلاء من منذكره الشيخ. عبدالعمل. لا استقصاء ذلك يا طول جداء. والله وعلا. نحن نقصة الوثيان بالمسخد. واختلطت بالمسخد واختلطت في كينات بالبعضل. شكري احمد شيخبان. المسخد واحد لكن المسنع روز واحد. وفياتنا نمو المستخد ومسترط. المستخد في الخط والمسترط في النجس. ومنو ما تتفق في الخط وشيرته. وتتفق في اللغة وشيرته. قال ابن الشلاح. وهذا فن جليل. ومن لم يارثه من المحدثين وكفراء زاره. ولم يعد المحدثة. وتتسلفت وتتسلف فيه كتب المحدثة من اكملها الاكمال. لبنى ما كنا على اعراض فيه. وهو كتاب ما يلتبن عنه ده. وما اكثر الاسمى اللي تتشكوا بعلية. اه اه ارض جرميس. مثل ما جعلناه في هلاش بالنينج. او هباس بالنينج. سرعة نبنى الزوائد يجيز له عباس عياش بن نينج فلا معرفه. ثم ابن نينج. يعني تصحف على فاحب نبنى الزوائد وقال ابن نينج. عياش عباس بن نينج فلا معرفه. ثم عريضي قال اسمانس ايزاهو ابن معنس. ساوري تذهب الناس. بالحافظ ابن كثير. بيته بتستدرك عليه الحافظ عبدالغني ابن المذبح. كتابا غريبا من الاكمال. به فوائد كثيرة. وللحافظ عبدالغني دخار من المشارك المتاخرين. كتاب ارباء كتاب المتاخرين. ارباء كتاب الباب. بيت. بيت. ارباء كتابا. ارباء كتابا. صحيح ارباء كتابا. ارباء كتابا. تابا ومن انفلة ذلك. سيلام وسلام. وعمارا وعمارا. وهجام وحرام عباس اياش عمام عسان مشار وفاق مشر بشق مشير مصور نصور حارجة دارية ورير حريف حبام حياء حيام وخشي مووس فسد الخاص الفساــخر وقال الله مرحباً لأشرح ومع من هنا للاطلاع ومع الموقع نعم بذلك والطلاع 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 ومع الموقع والطلاع ورصة ودخل يبا وباثر الله شرائد شرائ على بعض وكما يقال العمسيين والعيشيين والعبس والحلال والجمال الخيات والحلال والخباط والله الثلاث المتد الرياح يجري يلا باعي